المحرم الثاني إياكم أن تنالوا منه أعينوه ساعدوه شدوا على يديه اذكروه بخير ادعو له بخير حاولوا التواصل معه أين ما كان وكيف مكان أما الآن وصدنا بداء غريب كلما ظهر شخص يعمل يسارع الجميع لتحطيمه هكذا قيل وقال كلما ظهر نموذج عمل هنا وهناك يمثل فلان أو يمثل مجموعة شبابه تجد فورا التهم جاهز والهجوم جاهز وأينما ذكروا يذكروا بإشارة الاستفهام وإشارة ظن احفظوا نماذج العمل احفظوا أنا قلت تجربة لأني قد تكون لم تصل بعد لمرحلة الكمال لك ذكرت تجربة يعني ممكن أن تنجح وممكن أن لا تنجح ممكن أن تكمل وممكن أن يلقى فيها نقص لكن حافظوا عليها حافظوا عليها هذا حتى لا أعطي أيضا أنا مصداقية كاملة لكل من يعمل وأعطي أنه الكامل المكمل لا هو يعمل هو يسد ثغرا من ثغور العمل سواء كان برنامج نعوي أو سواء كان برنامج على إحدى الفضائيات الملتزمة الجيدة يعمل بها أو سواء كان نظام كاسة يوزعه أو سواء كان موقع جميل على الأنترنت يقوم به أو سواء كان حركة عاملة سواء كان شخص أو أشخاص أو حتى تجمع ضخم جدا احفظوا نماذج العمل الجيدة والتي هي تحت الشمس واضحة وتعمل لهذا الدين لأن الأشرار أكثر من الأخيار ولو أردنا أن نحصي جميع الأخيار الذين يعملون على وجه الأرض لا يشكل إلا واحد بالمليار من الأشرار فاحفظوهم نحطمهم أيضا نبيدهم نسقطهم نجعلهم يحبطون أو ييأسون إذا رأيت نموذج ما شاء الله بارك الله فيه جيد ممتاز قد يكون فيها النقطة هذه لكن إن شاء الله يكملها وأحاول التواصل معه وأنصحه وأشد على يديه هذا محرم إذا رأيتم إنسان يعمل أو نموذج يعمل فاحفظوه أما ما تشف لي واحد دجال مرتزق عم يكتب حجب ويمسح للنسوان تقول ما شاء الله نموذج عمل تعال نحفظ بارك الله فيك لا قلوا لا بارك الله فيك تماما لا تجد إنسان يتاجر بدين الأمة وعقيدتها على غير هدى أو بجهل أو بزندقة أو باطنية أو بمصطلحات وشطحات وتقول هذا نموذج عمل هذا ليس نموذج عمل هذا نموذج هدم نموذج تخريبة تماما يجب أن تميز بدقة بين نموذج عمل الأقرب إلى الصواب أو صواب وبين من يخربون بإسم الدين وتحت مصطلحات الدين هذا محرم ثاني أيها الأحبة إياكم أن تقتربوا منه وحافظوا لي